موسيقى مشاهدين مرحبا بكم من الرياض وحلقة خاصة مع سفير المملكة المتحدة البريطانية سعادة السفير ريتشارد أوبنهايم سعادة السفير مرحبا بك في قناة اليمن اليوم قناة كل اليمنيين ونبدأ من السؤال الأول هل أنت متفائل بمخرجات مشاورات الرياض السلام عليكم ورمضان كريم لكي ولكل المشاهدين وشكرا للفرصة للكلام معكي ومع اليمنيين فنعم أعتقد أن هذه المشاورات كانت مفيدة وفرصة ضحبية لتجميع الكثير ليس كل ولكن كثير من الأطراف اليمنية في مكان واحد لتكلم عن الحل يمني للتحديات في اليمن هل تؤد هذه المشاورات ناجحة في ظل غياب الحوثيين؟ يعني الحوثيين لم يحضروا نعم فالحوثيين كان في دعوة لكل الأطراف والحوثيين لم يذهب إلى المشاورات ولكن أعتقد كانت مفيدة للتكلم بين الأطراف الأكرة أيضا عن المشاكل والتحديات في مجلات اقتصادية سياسية عمنية إلى غيرها وأيضا التوحيد بين الأطراف اليمنية عن الحل لبعض التحديات وأيضا في ظل في سياك الهدنة الهدنة الآن عندنا أيضا فرصة حقيقية ونادرة رد الحوثيين على مشاورات الرياض بمبادرة مبادرة المشاورات وغيرها هل تتوقع أن نرى اليمنين جميعا بما فيهم الحوثيين على طاولة واحدة خاصة بعد زيارة المبعوث الأممي هانسي إلى صنعاء؟ نعم أكيد كلنا نريد نرى كل الأطراف اليمنية من ضمنها الحوثيين إلى نفس الطاولة لكلام والحل نهائي لهذا الصراع أكثر من لازم أطول من لازم يعني والمبعوث الخاص هو تنسيق لهذا المشاورات ومفاوضات وأعتقد أن زيارته إلى الصنع هذا خطوة إيجابية وإن شاء الله في فرصة في المستقبل الكريب لتجميع كل الأطراف لكلام عن تحت رئاية المبعوث عن التصوير السياسية في اليمن طيب هل تعتقد بأن مشاورة الرياض أو مخرجات مشاورة الرياض تشكل مادة أساسية لخطة سلام شاملة في اليمن تجمع كل الأطراف ومستدامة؟ أعتقد أن نعمل تشكيل المجلس الرئاسي الجديد مع الممثلين من كثير من الأطراف وكفريق عند توهيد بينهم هذا مهم للنجاح المفاوضات مع الهوثيين وأيضاً أعتقد أنه كان في إعلان مهم اقتصادي من المملكة العربية السعودية والإمارات يعني 3.3 مليار دولار هذا مبلغ كبير وسوف أكيد يكون مهم ومفيد للوضع الإنساني والاقتصاد اليمني فنحن سوف ندام إلى أي مدى هذه المبالغ التي تعهدت بها الدول مجلس التعاون الخليقي قد تصف في مصلحة اليمنين وفي دعم الاقتصاد اليمن؟ نعم فنحن ندام ذلك بريطانيا جزء من الربائية مع الامارات والمملكة العربية السعودية وامريكا ونحن نتوفر الدعم الاقتصادي التكنيكي وأيضاً بريطانيا نتقدم الدعم الاقتصادي إلى اليمن في هذا السنة مبلغ 100 مليون دولار يعني بريطانيا دعمت اليمن في 20-22 مئة مليون دولار؟ في 22 مئة مليون دولار مليون دولار وإلى إنا ستذهب المئة مليون دولار ما هي المشاريع التي المئة مليون دولار ستدعمها؟ فنحن عندنا عديد من الوسول والترك لهذا الدعم من خلال الوكالات الأمم المتحدة في مثلاً مجال الدعم الغذائي أيضاً عندنا شراكات يمنية ومثلاً الوكالات الغير هكومية المنظمات نعم منظمات استخدام الصحة من اليمنيين أو التعليم في كثير من المجالات يعني مش المساعدات الإنسانية والغذائية فقط؟ نعم ليس فقط لكن في الجانب الاقتصادي والحقوق والحريات نعم طيب الآن بريطانيا دعمت اليمن مئة مليون دولار هذا العام ماذا عن من قبل وقت الحرب؟ خلال فترة الحرب؟ خلال فترة الحرب مليار جنيه سترليني فأكثر من مليار دولار مليار جنيه سترليني طيب هل دفعت كل هذه المبالغ؟ ولا ما زال هناك مبالغ لم تدفع؟ لا ندفع دفعنا كل هذا مشاريع في كل اليمن بما في صنعاء؟ بما في صنعاء في كل أنهاء اليمن طيب هناك سؤال أتمنى الإجابة عليه أن تأكيد تابعت الانتقادات الموجهة للمنظمات الدولية بأنها تأخذ نسبة كبيرة من نفقات التشغيل بينما اليمن بحاجة هذه الأموال فلماذا لا تدعم المنظمات اليمنية مباشرة؟ يجب نحن عندما نستخدم المال من البريطانيين لأن هذا المال من مكان يعني البريطانيين يدفع الدرائب وهذا الدرائب يكون مساعدة للمكان آخر يجب أن نتأكد أن نعرف وين يرى هذا المال وأن المشاريع مشاريع حقيقية لصالح اليمنيين فهذا ليس أمر سحل في سياك، الصراع، أدم، أمن ولسؤل هذا، أنا وفريقي ليس في الأرض في اليمن ذهبت إلى اليمن مرة واحدة فقط إلى صنعاء أو إلى عدن؟ إلى عدن ولماذا مرة واحدة فقط؟ بسبب الأسباب الأمنية يعني الزيارة شيء يجب في استداد قبل الزيارة تحضيرات أمنية تحضيرات أمنية تحضيرات أمنية ونعم إن شاء الله عندي فرصة للزيارة وفريقي أيضاً الزيارات أكثر اليمن إلى عدن لأن الحكومة عادت والمجلس النواب والمجلس الشورى فهل سنراكم في عدن قريباً؟ إن شاء الله عندي فرصة لزيارة مرة ثانية ومرات إن شاء الله وماذا عن صنعاء؟ وماذا عن صنعاء؟ هل نتوقع أن نرى السفير البريطاني في صنعاء قريباً؟ نعم، إذا في فرصة نعم ولكن هذا بسبب الوضع ليس في يدي بسبب الحرب أكيد عندما نصل إلى سلام قد نراكم في صنعاء؟ إذا في فرصة في مستقبل أكيد أريد أن أذهب إلى الأدن إذا في طيب، اليمنيون بعد المفاوضات هذه فاوضة الكويت، مفاوضة جينيف، هناك إحباط لديهم ما القديد في مشاورة الرياض؟ يعني ما القديد الذي ممكن يحمل لليمنيين بشراء أكيد فيما يتعلق بالسلام؟ في مشاورات الرياض؟ نعم، لا أعتقد أنه في شيء أكيد ولكن نحن كبريطانيا والمجتمع الدولي وأعتقد أنه في اتفاق بين الدول الخمسة الكبيرة عن هذا الأمر إنه نمارس دغط على الأطراف لحفاظ على الذي اتفاقها فيما يتعلق بالهدنة، عندنا الآن توهيد جيد، كان عندي فرصة في أسبوع الماضي لأتكلم وألتكي وأجلس مع كثير من الأداء الجديد من المجلس الرئاسي المجلس القيادة الرئاسي هنا في رياض، وأعتقد أنه هذا شيء مهم وجديد إلى هذا التوهيد بينهم بين الأطراف المختلفة، جنوب والشغل نعم، وهذا مهم، وأعتقد أنه أولوياته هم توفير الخدمات إلى الشعب اليمني أولويات المجلس القيادة الرئاسي توفير الخدمات للشعب اليمني وأيضاً الرواتب للموظفين الهكوميين، وهذا أيضاً مهم جداً، وتحسن الوضع الأمني في المناطق الهكومية، وأيضاً التحسن في الوضع الاقتصادي، وهذا الإعلان من السعودين والإماراتيين، هذا أيضاً مهم جداً في هذا السياق، أن هذا سوف يكون فرصة لتحسن اقتصادي أيضاً، جميل جداً، يعني خلال لقاءاتك بأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وقلت بأن معهم خمس نقاط أساسية، يعني معالقتها كأولويات، وهي الدفع الرواتب، الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، وهذا أمر مبشر، لكن على الواقع، كيف سيستطيع المجلس القيادة الرئاسي أن ينفذ هذه الأشياء على الواقع؟ خاصة بأن القيادة الأولى لم تستطيع ذلك؟ أعتقد أنه في توهيد في المجلس، والمجلس، وهذا ممثلين مع مدام في الأرض في اليمن، وأيضاً من كثير من الأطراف ليس من طرف واحد فقط، كل الأطراف غير يمنية، غير هوثية، فأعتقد هذا فرصة جيدة أيضاً، وأيضاً جديدة، وسوف نرى النجاح في يد الأطراف، ونحن كبريطانيا وكمجتمع الدولي سوف ندامهم لهذا، ونستمر عن ضغط على التقدم في الهدنة وتعزيز الهدنة، تتاول الهدنة، فنفهم أن اليمن يحتاج السلام، واليمنيين يستحق ذلك، ويريد ذلك، فنبذل جهود لهذا الهدف. أنت ذكرت أن هناك أمرين مبشرين هذه المرة، أولاً بأن القيادة عادت إلى اليمن، لا تحكم من الرياض، وأنه لأول مرة تقارب ما بين المكونات، بما فيها المكونات الجنوبية، ما موقف البريطانيا خاصة بأن هناك كثير من التهم توجه البريطانيا من الوحدة اليمنية؟ يعني هل بريطانيا تدعم وحدة اليمنيين، أم تدعم مفصال اليمن، أم تدعم النظام الفيدرالي في اليمن؟ بريطانيا من الماضي، نحن ندعم وحدة اليمن، ويمن كبالد واحد، فيه، أعتقد، كثير من الأشكال وشكل من هذا الوحدة، فيما يتعلق في النظام الفيدرالي أو الفيدرالي، وهذا في يد اليمنيين، ليس في يد الحارجين، ونحن ندعم أي حل يمني، الذي في اتفاق عليه في المستقبل وفي المفاوضات في المستقبلية، والذي ممكن حصول على تسوية سياسية دائم ونحائي. أنت تفكر التسوية السياسية دائمة، فعشان تكون التسوية السياسية دائمة، لازم يكون في دعم أممي ودعم دولي، هل نتوقع أن تكون هناك قرارات جديدة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن تدعم التسوية التي أتت بها مشاورة الرياض، خاصة بأن البند السابع والقرارات السابقة لم تحقق أي تقدم فيما يتعلق بالسلام؟ نعم، أعتقد أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يكون مستعدين لقرار جديد لدعم أي تسوية سياسية بين الأطراف واليمنية في توكيد مناسب، وفيجب أن هناك قرار من المجتمع الدولي لدعم هذا التسوية، فأولا يجب في مفاوضات تحت رعاية المعبوث الخاص، وإن شاء الله ممكن أيضا هو يستر إطار لهذه المفاوضات، أعتقد في شهر مايو، هذا الخطة، وبعد ذلك إن شاء الله في إمكانية من المفاوضات في السيف، يعني هناك أمور مبشرة في شهر مايو، كنت تحدثت في لقاءة سابقة سيد ريتشارد، بأن هناك فجوة بين قرار 2216، الذي صدر من مجلس الأمن في 2015، وبين الواقع، ما هي هذه الفجوة؟ أعتقد إن من الوادح إن في فجوة بين الواقع في الأرض في اليمن الآن، والذي مكتوب في هذا القرار من قبل سبع سنوات أو ثمانية سنوات، وهذا عادي، أعتقد في تغيرات طبيعية، نعم، وبهذا السبب، أنا أعتقد إن المجتمع الدولي والمجلس الأمن سوف يكرر كرار جديد عندما في تسوية سياسية بين الأطراف اليمنية. جميل جداً، ألواء من ضمن الأشياء المختلفة فيها، بأن هناك عقوبات على علي عبدالله صالح الذي قد توفى، الله يرحمه، هل تتوقع أن تستمر العقوبات على الرئيس علي عبدالله صالح وقد توفى؟ فيما يتعلق بألي عبدالله الصالح، أنا ما فهمته السؤال، يعني هناك عقوبات أن تتحدث عن فجوة ما بين قرار 2216، الذي صادر عن مجلس الأمن، من ضمن هذه القرارات التي تلت البند السابع، عقوبات على علي عبدالله صالح، وأنت تعلم الآن المكونات السياسية تكتمع، فهل تخدم السلام والمصالحة أن تكون هناك عقوبات على مؤسس أكبر حزب، خاصة أنه قد مات، الله يرحمه؟ فيما يتعلق بالأقوبات في أملية في المجلس الأمن، وفي نيويورك، في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالأقوبات، فهل تعتقد أنه في قدم طلب لإلغاء الأقوبات، التي حتى الآن لا يوجد أي قدم طلب في هذا الخصوص، فإذا كان هناك قدم طلب، تعتقد أنه سوف يعتبر هذا القدم المجلس الأمن، تحدث رئيس المجلس الشورى بأن هناك طلب سيقدم، دعنا الآن بقضية أخرى سياسية مهمة، كيف تقيم أداء الأحزاب السياسية مع بعضها؟ الإصلاح، الإشتراكي، الناصري، المؤتمري، هل ممكن أن يعملوا نوع من التغيير نحو التحرر والمدنية، وحقوق الإنسان والتصالح في اليمن؟ أعتقد أنه إذا يشتغل مع بعض هذا الأطراف، يعني يكون لصالح الشعب اليمني، أعتقد أن الشعب اليمني الذي يريد كل الشعب في العالم، العكل والأمن والفرس، العمل والتعليم والصحة، فهذا المحسولية لأي هكومة، لأي مكان في العالم، وفي اليمن بسبب التاريخ والصراع، يجب أنه في التعاون بين الأطراف السياسية لصالح الشعب اليمني، ألا تتوقع أن يتم انتهاك هذه الاتفاقات، بالذات الاتفاقات الثلاثة الأخيرة، الهدنة، العمليات العسكرية، تبادل الأسرى، هل تتوقع أن ينتهكها مثلا الحوثين أو أي طرف آخر؟ وكيف سيكون موقف بريطانيا من أي انتهاك للتسوية الأخيرة؟ فالهدنة في يد الأطراف، ونحن كبريطانيا وكالمجتمع الدولي نشجع، ونداع كل الأطراف عن حفاظ الاتفاق بينهم، فيما يتعلق بالهدنة، ونداع الجهود من المابوث الخاص للمتحدة، فيما يتعلق بالتشكيل المجلس القيادة الرئاسي، هذا أعتقد خطوة عجابية للتوهيد ونجاح وفعالية الحكومة لصالح شعب اليمني، فأيضا نداع المجلس الجديد، ونستمر ما الداع الاقتصادي والسياسي لإنحاء الصراع، وتحسن الاقتصادي، أعتقد إنه هذا الصراع أكثر من لازم بكثير، واليمنيين يريد السلام، ويستهك ذلك، فنحن كبريطانيا نداع هذا الصلاع، هذا التصوية السياسية، لا يوجد أي حل أسكري للصراع، يجب في حال سياسي، ونستخدم كل ما بوصنا لإنحار الحرب، وندام التصوية السياسية، وأيضا لإعادة الاقتصادي اليمني، والتطوير في اليمن كصديق اليمن، هل تعتقد بأن دول الخليج، موقفكم واضح، لكن هل تعتقد أن دول الخليج وحدت موقفها من ما يحدث في اليمن؟ تعلم بالفترة الماضية بعض الدول تدعم طرف، وبعض الدول تدعم طرف، فمهم جدا أن تتوحد هذه الدول، فهل تعتقد بأن الآن دول الخليج كلها، قطر وعمان والبحرين والسعودية، وحدت موقفها لدعم السلام في اليمن، وليس لدعم الحرب؟ أعتقد أن مجلس التعاون الخليجي ودول في هذا المجلس أنها علاقات وثيقة من الأطراف، وأعتقد أن أنتم داور مهم جدا في السلام، وأيضا أن لسالح كل هذه الدول، السلام في اليمن، سالح المنطقة ككل، ومجلس التعاون الخليجي واضح جدا أن يريد السلام في اليمن، وتدعم ذلك، فنعم أعتقد أنه مهم أن استمرار الجهود من جهة مجلس التعاون الخليجي، لتشجيع الأطراف اليمنية، لحفاظ الاتفاق بينهم، وأيضا لإيجاد الوسط لصالح السلام في اليمن، طيب سعاد السفير، اليوم أنت تتحدث لليمنين لأول مرة تظهر في قناة يمنية، أكيد لديك رسالة لكل اليمنين، من صنعة إلى عدن، ومن المهرة إلى الحديدة، فما هي رسالتك لليمنين اليوم عبر قناة اليمن اليوم؟ شكرا جزيلا، فرسالتي إنو بريطانيا معكم نريد السلام في اليمن، ونعتقد إنو هذا الصراع أكثر أطول من لازم، وإنو اليمنين يستحق السلام، فسوف نبدل كل الجهود، ونمارس دغط على الأطراف، لتستمر إلى الطريق باتجاه السلام، وأنا شخصياً أبدل جهودي كلما بوسعي وأكثر لهذا الهدف. السيد ريتشارد أوبينهايم، سفير المملكة المتحدة البريطانية إلى اليمن، شكرا لك لحضرك اليوم في قناة اليمن اليوم، مشاهدين سمعتم ما قاله سفير بريطانيا، حول قهود بريطانيا لإيقاف الحرب لوحدة اليمن، ولدعم اليمن، واللهم اقعلوا خير، نلقاكم الأربعاء القادم، الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر